إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم إن شاء الله دامن بخير درساً هذا اليوم هو علمانه الجديد للغة الإنجليزية رصف السادس الفدايش شرح واحد كتاب الطالب الملاوان قطعة رحلة الفضاء مهم وزاري يجب على التلميذ تعلم وحفظ كيفية استخدام وحفظ كلمات درس قراءة وملاه ومعناه علق بتم ذا وصلك الفيديو المنشور ضمان منتابعتك لنا عصم قناتنا عن يوتيوب صفحتنا عن الفيسبوك إنجليش وإذ وائل الإنجليزية مع وائل سبسكرايب اشترك الآن يرجى مراجعة فيديو الدرس السابقة بقاون تشغيل خاصة بكم إنجليزية سادس ابتداء جديد كمنا بها يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4 يونت 5 رح نخلص إن شاء الله اليوم الدرس مالتنا هو يونت 5 لسن 5 الوحدة الخامسة والدرس الخامسة بيها ماي ماجازين سبيس ترافل اللي هي المجلة واللي راح تكون عن رحلة الفضاء الرحلة الفضائية الصفحات اللي احنا أخذين 68 و69 كتاب طالب الوان بايجز 68 and 69 of the people's book شكرا الله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة وتعاونكم فيما بينكم شاركوا الفيديو لكي تعمل فائدة ويسفز الجميع زكاة العلم ناشرة والدالة على الخير كفا له علق بخمس منصقات أو أكثر خمس تعليقات لدعم الفيديو منشور ضمان متابعتك لنا القطعة مع رحلة الفضاء مهمة وزاري ماي ماجازين سبيس ترافل يقول لك read the interview ويسام هاد with his teacher read اقرأ the interview هذه المقابلة هذا ويسام يحب يسوى مقابلات عندنا بيونت اللي يونت توب وكيتها سوى مقابلة ويا الدكتور رادي تعرف على وظيفتها ويريد هو وشان يتمنى يصير دكتور فيدي يشوف هاي الوظيفة تناسبة للا هسه سوى لقاء ويلتي شاماته مو عام ودي يصير نفس وظيفته لا دا يدي يتعلم من عنده أشياء عن الكواكب والفضاء والتطور العلمي فسوى interview 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 بوحدها ينظر يباوع يشاهد منظر وانتر تصير وياها interview مقابلها يعني انت عفك من معاني الجانبية احفظها يعني معناها مقابلة بس شون تقسمها interview حتى تحفظها interview مقابلة داي قولك اقرأ هاي المقابلة اللي هي بين وسام نعرفه صاحبنا اللي هاد يعني التقى بيها وسواه ويا من واذ مع هس تيتشا معلمة اللي اللي هو المعلمات زين شي يقول وسام بدل المحادثة هاي كلها محسوبة على القطعة بس ممسوها يعني عبارة عن محادث بس هي كلها محسوبة على القطعة الاسئلة راح تتجي عليها تتعلق حتى بهذا بهاي الكلام أكوس سؤال عليه يقولك humans travel humans have landed on the moon six times and twelve astronauts have walked on it humans اللي هما human insan humans البشر الانسان البشري شبي بس الجمع يعني why بداه حرف capital كبير ده نبدي من اليسار اليمين ده نبدي من اليسار اليمين نمشيه نكتب ونقرأ شبيهم يحط لهم have فعل يعني مجرد ما يحط الفعل بس شخص الثالث ولا have فعل تصريف ثالث الس تما وطلب عندك ما تصريف ثالث تما وطلب عندك have والhas have ويا الفعل الجمع والhas ويا الفعل المفرد ف humans يعتبر فعل جمع بس الجمع من هذه شبيهم have فعل مجرد قلنا بالمفارع التام هاي صارت وراها landed landed on اللي هي land معناها صارت هنا landed on يهبط فيقول لك الإنسان البشري الناس هبطوا على on the moon القمر طبعا moon يعتبر اسم عالم فيبدي حرف الأول ما تكابتل هو سب نص الجملة بس الحرف الأول سب تكابتل ليش لأن هذا اعتباره اسم عالم أكو قمر واحد بالدنيا كلها بنسبة القمر المالتنا يعني أكو غير أقمار بس نحشي على القمر المالتنا يعني دنيا الأقمار أكو الصناعية وهي شي ف بس هذا الخاص بالكرة الأرضية هو اسم الخاص بها اسم moon اش بي يقول لك كم مرة الناس الإنسان هبط على القمر six times ست مرات time وقت بس تجي بعدة معاني مرة times معناها عمليات الضرب ما الجدول الضرب من أضرب واحد في واحد 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 في اثنين اثنين جدول الضرب الضرب هي عمليات الضرب اسمها times الإشارة ما ضرب اسمها times زيان وهنا جدتي times بمعنى أوقات مرات عدة مرات كم مرة ست مرات six times ستة مرات ست مرات انتبه على هاي ما ست مرات رح تجع عليهم الصح وخطاء and twelve astronauts و اثنعش astronauts اللي هما الفضائيين يعني رجل الفضاء اثنعش رجل الفضاء have walked on it تمشوا على القمر رح يسألك بالأسألة يقولك هل الإنسان تمشى على القمر ف true أو false رح تقوله true الإنسان هو إنسان يعني بشري هذا إنسان وإذا قالك humans هو نفسه إنسان يعني فالإنسان البشر مشوا على المون على القمر الاتهاي تعالي على القمر على المون فwalked فرح تقول له true بالأسألة رح تجي زين إش سألة قال أنا أدري إنسان هبط على القمر 6 مرات والرجال 12 رجال الفضاء تمشوا على القمر ف هو يسألك هل أنت تعتقد البشر سوف يذهبون to إلى Mars كوكب المريخ المارس مون أسألة Mars لا هذا Mars كوكب المريخ طبعا حرف capital لأنه اسم علم وال do بدينا حرف capital لأنه بداية جملة وانتهينا بعلامة استفهم لأنه نبدأ بفعل مساعد إذا جملة تبدأ بفعل مساعد لو أداة السؤال من أدوات السؤال هي what where how who فننتهي بعلامة استفهم الجملة العادية اللي بدان أي كلمة ننتهي بنقطة زيان هس ليش خليت do ما خليت does إحنا عدنا do does بالنظار البسيط ما نريد نسأل سؤال لنحط do does ليش خلي do لأن الفعل ما tu ضمير جمع واسم جمع وضمار جمع تأخذ do ضمار المفرد he or she or it or is من المفرد يأخذون does طبعا ورا do ورا does الفعل يكون مجرد think مجرد ما لا شغلة الهيومانز هنا think اعتمدت على do زيان الول طبعا وراها فعل مجرد نجي نكمل قال تعتقد انه الانسان رح يقدر يوصل للمريخ زيان ليش ليش يسلع المريخ القمر على سلو عليهم اثنى عشر للفضاء زيان القمر اللي هو كلش قريب ست مرات يعد ووصله للانسان فالمريخ ترى ابعد يعني مسافة يعني هو صح رابع كوكب بس مسافة بينه بين الارض اكو مسافة مثل القمر اللي هو يفتر كلش حوالي الارض وتأخر الانسان وبس ست مرات واصلة فالمريخ ليه يريدون يتمنون فش يقول لي اسا بدأ تيشها راح يحتي قال لي in the future احنا نجلنا منشوف in the future لازم نستخدم will بالجملة زيان in the future في المستقبل i think انا اعتقد انا اعتقد humans البشر الانسان البشري will go to mars سوف يذهب الى القمر سوف يذهبون الى القمر نفس الحاج قال لي تعتقد بدلا ما يقول لي yes i do أو yes i think قال لي in the future i think humans will go to mars اعتقد بان البشر راح 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 تجي كما تعتقد هل تعتقد بان هم راح يذهبون للمارس القمر راح تقول yes أو هي كتب كيها i think humans will go to mars true راح تقول true البعد هل طبعا سطر جديد في بداية الجملة تبدي حرف كافتر وهو اصلا مارس اسم عالم يعتبر فنبدي كافتر mars is allowed father from earth than the moon قال mars المريخ is هو اكثر allowed اكثر بعدا father from من الارض earth طبعا اسم عالم فتبدي حرف كافتر than من ذمون القمر المريخ هو يعتبر اكثر بعدا من الارض بالمقارنة مع القمر المريخ اكثر بعد من الارض بالمقارنة مع القمر زين ابعد يعني ابعد من الارض بالمقارنة مع القمر زين قال the quickest travel the quickest travel يعني شنو quickest travel يعني اسرع رحلة من بين الرحلات كلهن اسرع وحدة دا يفضلها تفضيل فخلى للصفة est وخلى قبلها the هناك دا يقارن بين المارس والمون فخلى للصفة er وخلى than ورا الصفة الصفة اضع er وذان وراها هنا دا يفضل حط للصفة est وحط the قبلها دا يفضل هاي الرحلة عن باقي الرحلات كلهن ف the quickest travel اسرع رحلة time اسرع وقت رحلة the quickest travel time اسرع وقت رحلة وقت ما الفد رحلة اسرع وقت اللي يقضو will take سوف يأخذ about حوالي nine months تسع اشهر هاي رح تجيك بالاسئلة nine years تسع سنوات لازم تقول false يقول nine months تسع اشهر تقول true nine months تسع اشهر عبالك حمل مع الطفل انسان بشهر عبالك يعني هي المهم هذه الرحلة رح تكون بين ال الارض والمريخ تاخذ تسع تشهر nine months تسعة اشهر هاي اسرع رحلة تطول تسع تشهر يقول science science اللي هما العلماء شبيهم think يعتقدون that بأنه there there is هناك يوجد هناك probably يعني من المحتمل water on mars ماء على المريخ العلماء scientists اللي هما يعتقدون بأنه يوجد هناك ماء على المي على المريخ زين ليش مهتمين بوجود المي المي لأنه السر الحياة المي هو أهم شي بالحياة الإنسان والحيوان والنبات والحياة كلها معتمدة على المي إذا ما أكو مي الكل تموت المي كل مهم فيقول إذا أكو مي على المريخ إذن راح تصير أكو حياة راح يقدر الإنسان يعيش راح يقدر يزرع راح يقدر يربي حيوانات هالأمور ويسوي حيات المي أهم شي بالنسبة للحياة وحتى الأشياء الصناعة وهذه الأمور هم يحتاج كلها تحتاج بيها مي مو بس للحياة والمعيشة فقال لك العلماء يعتقدون بأن أكو مي مدام أكو مي يعني يصير بيها مجال الحياة بحلول سنة 2050 شرح يكون العلم العلوم يعني سوف تكون أفضل تقارنها هس العلوم التكنولوجيا ويا سنة 2050 ويا مستقبل فقال ستكون أفضل فحط مو جد حط بتر صفة أم ال نحن سوف نحن سوف نمتلك سفن فضائية أسرع فاستة دي قارن السفن الفضائية ما الهس ويا المستقبل وهاي من المستقبل فحط صفة من ER لان دي قارن السفن فضائية اذن السفن الفضائية اش عدنا عدنا ورا الوي حط ورا الول فعل مجرد هاي رح تجيك سؤال رح يقول رح يقولك السفن رح تكون فاستر أسرع فرازم تقول ترو انتبه عليهم بالأسئلة بالصفحة الفيديو التالية سيكون علي أسئلة فحتى من هس تضبط مورك حتى بالأسئلة تكون سهل عليك البعد هي يقولك هنالك سوف يكون من المحتمل هناك الكثير من الروبوت الرجال الآلين لمساعدة الانسان الروبوت انسان بشري يقولك رح يكون هناك الكثير من الرجال الآلين لمساعدة الانسان البشري الرجال الانسان على اعتبار حتى يساعدهم هاي يقول لك هاي الصورة this is a picture هذه الصورة هذه الصورة I found أنا وجدتها of what a Mars spaceship will look like أنا وجدتها عن كيف سفينة الفضاء سفينة الفضائية المركبة الفضائية اللي تروح للمريخ سوف يكون شكلها will look like راح تبدو بهذا الشكل سفينة مع الرحلة الفضائية اللي تروح للمريخ راح يكون بهذا الشكل قلنا هاي القطعة مهم وزاري قطعة الاستيعاب القراءة مع reading comprehension مع scene passage السؤال الاول القطعة الداخلية scene passage reading comprehension السؤال الاول question mark بالاسئلة الشهرية تجي وبنصف السنة وبالوزاري فالطالب المفروض يسيطر عليها تجيك بالقطعة مع القراءة بالشفهي وبالشفهي كقطعة قراءة داخلة وبالتحريري كقطعة قراءة استيعاب وأسئلة عليها صح وخطأ true false yes or no وقطعة بال هاي قلنا الشفهي والتحريري بعدين وسام دي كامل قل do you think humans will ever go to the farthest planets Uranus أو نيبتون قل هل انت تعتقد البشر سوف يعني على الاطلاق يذهبون الى ابعد الكواكب مثل Uranus أو نيبتون هل تعتقد بانه البشر رح يتمكنون ever بإمكانهم في ديوم من الأيام انه يوصلون الابعد الكواكب اللي هم Uranus ونيبتون على اعتبار بلوتو هنا ما مسؤول فين عليها هوا اكو بعد واحد بلوتو ابعد هاي بس الستة إذا تبحث من ثاني تلقى هنا ما مسؤول فين فيقول لك هنا داي يقول ابعد شي فداي يفضل ذني الكواكب داي يبعد هن ابعد شي من بقيات الكواكب بنسبة للشمس هي تنحسب البعد ففاظست تحط له est وحط قبل هذة نيبتون هذا ابعد واحد رح يجيك سؤال منو آخر كوكب أورانوس رح تقول له false لازم بقول له نيبتون زيان true أو false الأورانوس ابعد واحد لا false إيش قل له I think أنا أعتقد it will إنها سوف تكون هاي الرحلة اللي توصل للابعد كوكب إنها سوف تكون هاي الرحلة شبيها للابعد الكواكب تعود على هاي الرحلة ما راح يوصلوها travel فسوف تكون very difficult صعبة جدا رحلة للابعد الكواكب راح تكون صعبة جدا هو للمريخ اللي هو قريب من الأرض ها رابع كوكب والأرض مثالة واحد هو رابع واحد قريب رئيسة نيج وراها والرحلة توصل أسرع رحلة توصل تسعة تشهر هاي إذا يأخذوا راحتهم بين ما يفترون ولو ذاتي ها يعني يوصلون سنين يمكن فتسعة تشهر دقال أسرع اللي هو كلش قريب المريخ يعني هاي هاي ذا يدون يوصلون الذنيش اللي هو ثامن وسابع وثامن كوكب هذا سابع وهذا ثامن كوكب إش قد رح يتأخرون فقال difficult صعبة and very dangerous و جدا خطرة dangerous خطرة difficult صعب عكسها easy سهل dangerous خطر عكسها safe آمن هاي ما مطلوب المعاكس مالتها هاي مطلوب المعاكس مالتها من منهج الوزاري مالتك dangerous safe و safe نوبات يريد معدها او عكسها dangerous نوبات يريد safe unsafe وضحناها بالفيديوهات سابقة زين for humans صعبة على البشر زين فإعني احتمال مو اللي يروحون هما يدرزون مثلا robots هادي قال it will take a long time to get there إنها سوف تأخذ وقتا طويل وقت طويل للوصول للوصول هناك للوصول إلى هناك زين ورا الول فعل مجرد والlong عكسها short long طويل short قصير لأنه بادي بحرف صوت صحيح زين أكتبتم في تعليق لطفا شارك الفيديو الفيديو بس خلصة القطعة صفحة 68 الأسئلة المالتها راح تكون صفحة 70 بس هاي الصفحة 69 راح ناخذها على السريع ما بها أي شي هي يقول match the pictures وصل الكلمات with the descriptions مع الوصف مالتن أنا راح اختصر هالأمور هاي هي الصفحة نفسها بيها صور نصها ونص الاخ بيها جمل description وصف فشير من عندي يريدني أوصل أكتب الرقم بال description بال مربع مال الصورة هاي الطريقة اكتب بال description بال عبارات الجوة الوصف الجوة جو هاي الصور بنفس الصفحة تبكتع وقدر تفتح تبع وياه فشير المفروض يس وتحطها بال مربع مال الصورة المناسبة لها وكتب الأرقام اليدك تكتب الأرقام احنا رح نختصر هاي اش رح هاي ما رح تشوف كذلك اش رح جيب لك العبارة والرقم مات وجاهز صور رحلتنا الفضائية رحلتنا الفضائية هذوي عصر السافروا وراحوا اللي هما هنقول الهيومانز اللي هما هم محسوبين علينا البشر راحوا له هناك فأخذوا صور وقدر يشوفونا احنا نسالف عليها هنا نقول لك this is a picture of mars هذه هذه صورة للمريخ صورة كوكب المريخ فهناك يا نمبر راح اشوفها راح اجيبها هي نمبر فور انت المفضل طبعا توقف الفيديو حاول تفكر بيهن وتحيل هن بنفسك بعدين تأكد من اجوبة ماتي نمبر فور يقول لك there is nothing green here لا يوجد شيء اخضر هنا على كوكب المارس المريخ ماكو اي نباتات من يقول شيء green ما دايقصد يعني بس اللون الاخضر هو صح هي معناها اللون اخضر بس هنا green داي ينقصد بها اشياء نباتات اشياء مزروعة هي نباتات لانه يعتبر لونها اخضر فيقول ماكو شيء لون اخضر يعني ماكو شيء ينزرع ماكو نباتات ماكو حياة يعني زين هنا انا بالبكتر البعض يقول لك this is a spaceship هذه سفينة فضائية مركبة فضائية صاروخ فضائي داي طير داي يحلق داي يترك الارض وراح يروح للفضاء فالعبارة التي تناسبها هي number three it is taking off إنها تقلع هاي العبارة التي تناسبها إنها تقلع قلنا take off يقلع land on يهبط take off يقلع يغادر land on يهبط خذناها معاكسات بالفيديو السابق زين إسهنا انتبهت لي إنه طبعا ما نخلي there is لازم في الشي مفرد اللي هو nothing green إنا خليت it is لأن هم شي مفرد هاي أولا الثاني طبعا ال is وراها بفعل by ing و بالمضارع المستمر هو هسه يقلع وديين طلق فمضارع مستمر هاي الشغلة الثانية الشغلة الأخرى الفعل take ينتهي بحرف e أمسح حرف e وحط ing من عيد أضيف ing زين البعد طبعا انت المفروض من تحيل بس تكتب الرقم بالمربع المناسب يعني تكتب number 3 9 تكتب number 4 9 البعد يقولك in 1969 في سنة 1969 طبعا الانوية السنين ان سنين ان سنين ان سنين انوية السنين يقولك this is one of the first astronauts هذا هذا هو أحد الرجال الفضائن الأوائل أحد الرجال الفضائيين الأوائل من أول الرجال الفضائيين زين شبي يعني النسان راح وبدأ يوصل الفضاء من سنة 1969 يقولك this was the first moon walk هذه كانت أول مشية على القمر أول مشية يمشوها على القمر فهاية كانت سرقة تابعة الهت فن number 6 تكتب هنا البعض هي يقولك what planet will we see from the window of our spaceship ما الكوكب الذي سوف نحن نراه من نافذة يعني شباك الخاص بالسفينة الفضائية بالمركب الفضائية مالكنا إذا تصعد مركب فضائية ودطير بالفضائب من أقلعت بها ودخل تروح مثلا للمون للقمر أو للمارس المضيخ وطير بهاي المركب الفضائية فبالفضائ شراح تشوف من النافذة ماتك سواك طولت من عنده هو صاح الكوكب ماتك عفية لهو كوكب الأرض فشراح تقول it's planet earth إنه كوكب الأرض it's planet earth إنه كوكب الأرض هاي الـ يختصار ما it is it اختصار ما it is زين البعدها يقولك a drawing of a space house on Mars لوحة أو رسمة لبيت فضائي على المريخ هاي رسمة يعني رسمين رسمة يتخيلون إنه شون رح يكون البيوت الفضائية بكوكب المريخ على اعتبار مو بس بيت عادي ومغلف بعد على موضي يخلون بيوكسجين هناك ما كوكسجين فحتى يوفرون بيوكسجين إنسان هناك هنانا بحياتنا على الكوكب الأرض أكو أكو أكسجين فدلقنا نتنفس والحمد الله هناك ما كو أكسجين فرح يصير صعبع يكتنفس فرح تحتاج وما شايف يرتدون البزة يعني السترة والخوذة الفضائية وأكسجين وهالأمور يركتب نفسها فهناك متين بالبيوت هم رح تحتاج هاي شي المهم فهنا السلحة المالتنا يقول لك number one تحط لها number one هو you can see it is the red planet بإمكانك أن ترى إنه الكوكب الأحمر من هالقد يعني الصورة ما هالقد يعني ملونيها فتقدر تشوف إنه الكوكب الأحمر مبين ذاك واضح هالأ يشر يقول لأ شوف الكوكب الأحمر البعد يقول this is astronaut food هذا هذا طعام الرجال الفضاء هذا الأكل ما رجال الفضاء لا يقدرون يطبخون ولا يتكتبون شي يجيب كل الأكل هم معلب وجاهز يشيلو إياهم قبل ما يسافرون ولازم يكفيهم حاسبين حسابهم ليش ملع يحسبوها يعني كلش دقيقين يكون فيحسب حساب يحتاج أكل يحتاج ماء ويحتاج أكسجين كل ذلك لازم يوفر يلا يقدر يسافر فالبكتشا اللي ناسب ها It doesn't look like home cooking إنه لا يبدو إنه لا يبدو ك الأكل المنزلي الطبخ المنزلي هذا الأكل ما يبدي مثل ما يموثل هما لأنه يصورهم أكل خاص يعني أكل خاص حتى يشبع وما تتكون عنده فضلات ومن هالأمور فأكل خاص موثل أكلنا اللي إحنا نستمتع بي وهاي والحمد لله المهم إذا بالموضوع البسيط ما تريد التين فيه كم ملاحظة هاي وراء إت والهي والشي والإسم المفرد تخلي doesn't وتخلي هالضمار الجمع وراء doesn't وتفعل مجرد هاي doesn't يخصار ما does not ما سحين الأوح حتى إنه كان فارزة لهنا إن شاء الله استفاديته انتهى الفيديو ما عدنا شي بعد نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد جميع تحياتي لكم مع السلامة